الدكتور علي كده سريعا تدينا في دقتين يا دكتور علي الموقف وبعد كده نفتح المجل لأسئلة حضراتكم جميعا بالفضل يا دكتور شكرا دولة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم الاول كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر طيبة بالنسبة عيد الثورة الثورة الثلاثة وعشرين يوليو طبعا انا عارف ان موضوع الدولة موضوع ياخد اهمية كبرى اليومين دول انا حابب بس اطمن الجميع ان دي ازمة ومش عايزة اسميها ازمة هي دي مرحلة واتعدي لكن عشان اقول هو سبب اللي حصل ده احنا وصلنا له ليه وصلنا له عشان احنا مفروض ان اربعين في المية تقريبا من كل منتج دوائي بيجي مستورد من بره وبالتالي الجزء اللي داخل وبيستهلك العملة الاجنبية اربعين في المية من كل منتج دوائي بيتدول داخل جمهورية مصر العربية فبالتالي كنا محتاجين ان احنا نوفر دولار علشان المادة الخام المادة الخام بتقعدة احنا بنجيبها من دولتين رئيسيتين صين والهند وهي دي المسؤولة عن خمسة وتمانين في المية من المواد الخام لكل العالم مش بس المصر عدم توفر العملة في الفترة اللي فاتت او نقصها في الفترة اللي فاتت اثر على المخزون الاستراتيجي اللي موجود من العملة اه سوري من المواد الخام في المصانع طيب هو المصنع مفروض يشيل مادة خام قد ايه المصنع مفروض بيشيل اربع شهور مادة خام ثلاث شهور ببقوا مواد خام شهر على المكنة يعني وورك ان بروغرس او انتاج يعني تحت الانتاج وبعدين في شهرين عند الموزهين وشهر في الصيدليات دول سبع شهور النهاردة كل ما كان في ضغط على العملة الاجنبية وعنم توفرها كان بياخد من المخزون الاستراتيجي اللي موجود في المصانع ده ابتدى يقل فلما ابتدى يقل ابتدى يقصر على تواجد بعض الادوية احنا كنا ملاحظين ده علشان نرجع نعيد انتاج او نعيد بناء المخزون الاستراتيجي من المواد الخام ده اللي احنا بنعمله النهاردة اكتر من المبادرة طبعا في مبادرة دلوقتي بندرسها ان احنا ازاي نساعد المصنعين ان هما يبنوا مخزون استراتيجي عشان نرجعه مرة تانية للاربع شهور بنشتغل دلوقتي مع هيئة الشراء الموحد وده ضلع فعال في المنظومة ان ازاي نبني مخزون استراتيجي من المواد الخام الاساسية اللي احنا حددناهم حوالي خمسمائة وتمانين مولوكيول او خمسمائة وتمانين صنف دوائي عشان اقول هل في نقص فعلا في الدواء ولا ما فيش نقص في الدواء عشان نعرف كلمة نقص هل النقص ده حاجة خاصة بمصر بس لا هي موجودة في كل انحاء العالم حضراتكم عندكم اطلاع على كل الهيئات في كل الدول المجاورة سواء في العالم العربي او في افريقيا او حتى في اوروبا انتهى البساطة بدخل على الموقع بتاع اي هيئة الدواء وشوف دراك شورتج في اي دولة سمي اي دولة هتلاقي حضراتك ان فيه لستة من المستحضرات اللي نقصة يعني انا مش عايزة سمي بلاد بانها لكن بلاد كتيرة هنعمل ايه اللي حيدخل حيبدأ في خلال شهر واثنين وثلاثة يتحلع تماما احنا حددنا واحد وتمانين مجموعة علاجية واحد وتمانين صنف دوائي هم دول اللي فيهم النقص النقص النهاردة علشان اقول ان ده نقص هل مفيش مسيل ليه مادة فعالة لا فيه مسائل يعني احد المواد الفعالة خلينا نسميها مش عايزة سمي الاسم العلمي الاسم التجاري لكن هسمي الاسم العلمي ده احد الادوية المشهورة جدا للقلب رصدنا فيه نقص دوائي فيه خمس مستحضرات بنفس المادة الفعالة طواج ده في السوق لكن اصرارنا على ان انا اشتري الاسم التجاري هو ده اللي عامل ازمة احنا لازم النهاردة نغير الثقافة بتاعتنا ان احنا بدل من نروح للاسم التجاري نروح للاسم العلمي اي علبة مكتوبة عليها الاسم التجاري وتحتيها بخط اصغر الاسم العلمي هو ده اللي يهمني هو ده اللي بيعالج هو ده الفايدة هنا فبدل ما اروح للاسم التجاري للصنف اروح للاسم العلمي هو نفس المادة بس بدل العلبة ما يزرقى ممكن تبع علبة حمرة ممكن تبع علبة صفرة لشركة اكس واي زد هو ده اللي احنا عايزين ان يبقى ده ثقافتنا في الوقت ده ايه تاني مطلوب مننا مطلوب مننا ان هنغير حتة التخزين بتاعت دواء النهاردة اي واحد بيحس ان الصنف بتاعه بقى بيسأل عليه في صيدلية واتنين بقى بيخزن الدواء بدلا ما ياخد استهلاك شهر بياخد ثلاث شهور دي مشكلة دي بتسبب في زيادة الاسم بعض المجموعات العلاجية وبعض الادوية بعينها لها بدايل كتير جدا محلية انا مش لازم اروح للدواء مستورد ممكن نروح لدواء محلي كل دواء مستورد لبديل محلي احنا عاملين موقع على موقع الهيئة اسمه طوافر حضراتكم تقدرات تدخله عليه بتكتب اسم الصنف بيظهر لك ايه المثيل بتاعه في عندنا رقم الهيئة خمستاشر تلتمية واحد حضراتك بتتصل بخمستاشر تلتمية واحد بيرد عليك حد من الهيئة بيقولك الصنف ده مش موجود او موجود في الصيدلية الفلانية بيوجهك لا عرب صيدلية ولو مش موجود يقولك ايه البديل بتاعه نداء ان احنا نتجه شوية الى الاسم العلمي بدل الاسم التجاري ده نداء وده اللي احنا عايزين نقول ان احنا مع النهاردة توفير الكلام ده والخطة اللي اتفقنا فيها مع المصانع في خلال الثلاث شهور الجاية ده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي ان اكبر عدد من الفواتير الاستيرادية للمواد الخام دخل في شهر مايو احنا عادة مندخل في حدود الف فاتورة استيرادية للمواد الخام في الشهر شهر مايو الف وتسعمائة فاتورة ده معناها ان عدد المواد الخام اللي دخلت جوة البلد هو ده اللي بيتحول الى منتج نهائي في خلال الثلاث شهور اللي جايين نفس الشيء في يونيو وفي يوليو عدد الفواتير اللي دخلت من المواد الخام كبير جدا فده أنا حابب أطمن أن في خلال الثلاث شهور اللي جايين أزمة الدواء إن شاء الله هتتحل بإذن الله شكرا